فضيلة الدكتور محمد الفيد قيل الكثير عن فاكهة البطيخ الأحمر أو الدلاح وعن فوائدها المتعددة حتى القشرة الخارجية بها فائدة رغم أننا لا نستعملها كيف نستفيد من كل هذه الخصائص من دون أن نضر بصحتنا؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم البطيخ الأحمر أو ما نسميه بالمصطلح المغربي الدلاح هناك مناطق تسميه الدلاع بالعين هذا البطيخ الأحمر فيه تركيز من السكر يفوق شمندر السكر ويفوق قصب السكر في التركيز من حيث يمكن أن يصل إلى 50% من السكرية من المواد الجافة سمعنا أن الناس يكون مدأ سكرية يتناولي نعم نعم سنتذكرتها ممكن أن نبخر الماء ونحصل على سكر هناك من كان يبخر الماء يطبخ دلاح يبخر الماء ثم يحصل على سكر يمكن أن يحل به أشياء هذا البطيخ الأحمر فيه تركيز عالي من السكر وفيه ماء بكترة كذلك ونلاحظ على أن الناس الذين يكترون من البطيخ يصابون بإسهال لماذا؟ لأن لما يجتمع الماء لما يكون تركيز الماء مع الأملاح الماء فهذا يعني يفضي إلى إسهال مثل المشماش، مثل البرقوق، مثل الزعرور البستاني وليس خارج، بالعكس هو داخل في الكلينس وفي النظافة الجسم علاوة على التكوين والتركيب الكيموي فهو كل الفاكهة تمتاز على فاكهة أخرى في شكلها، في لونها، في طريقة أكلها أنا البطيخ كان قطعوه وأنه بدون سكين يعني يصعب أكل البطيخ بدون سكين نعم هذه من الأشياء التي يمتاز بها ثم حتى مثلا تين شوكي الهندية ممكن الناس يأكلوا بدون سكين ممكن يقشروا بسبعانهم ولكن البطيخ صعيب للشخص يأكل بطيخ بدون سكين هذه الشكل الذي نتناول به الأشياء فهو يدخل في جمالية الخلق طريقة الأكل وتناول طبعا ثم اللون الأحمر هو اللون يتر هو اللون حار اللون أصفر لون بارد واللون الأحمر لون حار وسبحان الله هذا اللي عنده لون أحمر لون ساخن هو كبرد لأن من الفواكه التي تنعيش الجسم هي الفواكه التي تحتوي على فيتامينة أملح وماء هذه كلها فواكه تنعيش فالبطيخ باش يبرد لكي يبرد بلا من نضعه في التلاجة نعم كنقطعه وتنوضعه في الشمس لما نضعه في الشمس يبرد هذه طريقة جديدة نعم لأن تبخر الماء تبخر الماء في التيرمو ديناميك نعم في التيرمو ديناميك نحن نعلم هذا الأذي لكي تبخر الماء يعني كتنخافض الحرارة نركيد وهذه الناس يجربوا يقطعوا البطيخ يحطوه في الشمس لمدة 15 دقائق كل 15 دقيقة غادي يشوفوا بأنه ما كيترخش ما كيلواش وأنه كيبرد مع العكس كيبرد كتكون البطيخة سخونة ماللي كيحلوها ويحطوها في الشمس كتبرد هذين كانوا كيعملوه يعني الناس كما قلت لك الانسان كان دائما دكي نعم الانسان كان دكي وكان يعرف حوادث كونية كيتبعها ويعني هذي اللي كنسموه إحنا الإيتيولوجيا هذه الأشياء التي نشاهدها في الطبيعة طبيعة عشيب فالبطيخ ملاح معدنية مثل البوتاسيوم والمانيزيوم والكالسيوم في شوية حديد والبطيخ يمتاز بمادة ليكوبين هي التي تعطيه اللون الأحمر الموجودة في البطيخ الأحمر في الطماطم وكذلك شيء في الخوخ شيء قليل في الخوخ هذه مادة ليكوبين تتركز في البطيخ الأحمر لنلاحظ أن المناطق التي كان فيها بطيخ أحمر بكثرة لم يكن فيها عقم ولم يكن فيها تدخن ببروستاتا لم يكن فيها دع سرطان ببروستاتا مثل منطقة دوكالا شيء قص بالتادلاء كي منطقة الحوز كي منطقة خميسات كي منطقة لوكوس وكي منطقة بركان كذلك هذه اللي فيها البطيخ خصوص المنطقة اللي كان معروف فيها البطيخ البلدي البوري اللي ما كيتسقاش مكوصات كان دوكالا أصبحت منطقة سوسية الأولى لأنها بطيخ الري وأن الخضر الفواكه الري تختلف عن فواكه البورية حتى الزيتون الزيتون البوري أكيد لأنه من البري يتزرع في الوقت ولم يخرج على الموسم ثم يتزرع في الهواء بدون بلاستيك بدون تقطير الماء وبدون شيء نسمى البحيرة هذه الفواكه تمتاز عن الفواكه الأخرى فهذا البطيخ يعني مادة الليكوبين هي من الفلافونويدات التي تقهي الجسم من التأكسودات الداخلية خصوص انتصاص الجذور الحرة وهذا الجذور الحرة هي اللي تجي من اللحوم من الدسم اللحوم يعطيه الجذور الحرة النبات يعطي الألياف الخشبية ولذلك الإنسان كان دائما يمزج النبات مع اللحوم هذا الطبيخ المغربي المرق المغربي كانوا يعملون نساء لحم مع الخضر ثم يأكلوه بالخبز كان دائما الإنسان يغلب النبات على اللحوم لأن هذه الجذور الحرة لك تجتمع في الأمعاء اللي بدون ألياف خشبية لا تخرج من الجسم ولذلك هذه الطريقة الذكية الإنسان ما قلت كأعرفه علمه الله سبحانه وتعالى كيف يعيش وأنا أقول أن التغذية من قبل كانت أحسن بكثير من التغذية الآن نكمل هذا التركيب الكيموي البطيخ يمتاز باللون الأحمر بمادة الليكوبين والفلافونويد القوي يعني هذا الحابس لسرطان بالأملاح المعدنية وكثرة الماء مع السكريات طبعاً لكي نعيش الجسم كنلاحظوا على أن هذه الأملاح المعدنية تساعد كذلك على الضغط وعلى يعني التوازن المائي لكيليبر إدريك التوازن المائي في الجسم ثم هناك مكونات أخرى للفيتامينات فيتامين بأ واحد وبأ ستا فيتامين سي في شوية فيتامين أ تقريباً تركيز فيتامين سي في الفواكه ومرتفع والبطيخ الأحمر يناهز برتقال في تركيز فيتامين سي والفيتامين بأ واحد وبأ ستا هو من اللي كيستقلبوا السكريات كيخرجوا الطاقة من المواد العضوية ولذلك أصحاب السكري ما كيدرجهمش البطيخ علاش لأنه يحتمع على فيتامين بأ وبأ ستا ولكن مع تحفظ مع تحفظ الناس ماشي يسمعوا البطيخ بذوي يأكله ما خصمش يأكلوا معاه مواد حلوة أخرى ثم خص يكون معه ألياف خشبية بكثرة أما الأشخاص الذين هذو أصحاب السكري خص يكون نظام ديالهم أولاً جيد عاد نشوفهاش غدا تضروا محد المادة أما لكانوا كيكتروا الدسم ويكون مصاب بالسكري عنده ارتفاع الضغط الكوليستيرول مع السكري كيجتامعوا هذو الاثنين ولا الثلاثة كيجتامعوا هذا الشخص أولاً لازم يحضر الدسم لازم يحضر الدسم الحيواني اللي هما الأجبان واللحم ثم النظام دياله يكون فيه ألياف خشبية بكثرة يكون بوتاسيك يكون شوية فيه بوتاسيوم حل خضر ثم الفواكه وخي يكون فيها السكر ولكن يكون فاكهة واحدة فقط لا أظن أن يكون هناك مشكل بالنسبة حتى الأصحاب السكري كما أقول دائماً مع تحفظ خص يشوف الشخص دائماً طبعاً من اللي غادي يحسبها يكون عنده ذاك المقياس ديال السكر باش يشوف إلا كانت المادة كالدروسة من جهة أخرى أن كلنا سنتكلم عن النواة هذه البطيخ ومع الأسف أن الناس يرموها وأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها الدواء لماذا؟ لأن نواة البطيخ الأحمر هذا الدلاح هي تطحن لماذا؟ لأن فيها مواد لا توجد في البطيخ يعني فيها ألياف خشبية وفيها بعض اللينيانات ثم اللوزة ديالها الداخل فيها شوية سيلينيوم هذه فيها السيلينيوم وفيها حمد الأوميغا 3 اللي كانت الداخل في هذه المادة نعم أكثر من عجيب فيها الفيتوستروجينات لا توجد في البطيخ بكثرة وإنما توجد في هذه النواة لماذا؟ لأنها هي هذه النواة هذه الله سبحانه وتعالى جاءل فيها هذه الأشياء لحكمة يعلمها لينظر كيف نعمل الله سبحانه وتعالى بشوف الإنسان كيف سيجعل الآن الناس لازم يجمعوا هذه البذور ديال البطيخ ويطحنوها وتكال تطحنوا وتكال يعني يبسوها ويطحنوها ويأكلوها وهي تصلح للحالة الصحية تصلح للعلاج والطب أكثر ما تصلح للتغذية لأنها ليس فيها كالوريات الكالوريات موجودين في سكريات البطيخ ويطحنوها ويطحنوها لأنها ليست صحوا به لأنها ليست صحوا به لأنها ليست صحوا به معناء أن الناس يجب أن يكتروا ولكن ندقوا في المعلومات يعني البطيخ من الأشياء لما تمنعش على أصحاب السكر بلفظ آخر لأنها لديها لانديس غليسيميك شوية منخفض ولذلك يسمعوا فيه بيطامين بق واحد ويستا تساعد على استقلاب السكريات في الجسم إذن يقدر ما يدرش ونقول بما على التحفظ طبعا لأن الناس الذين يأكلوا البطيخ في السكر ويزيدوا معهم مواد أخرى في السكر ولكن يكون عندهم أشياء من غير السكري التي تجعل السكر يطلع باحد البوستبرونديال المشكلة لها يأكل بالزربة ولا يكتر الأكل يطلع له هذه البوستبرونديال بعد الأكل هنا هذي كل مشكلة دائما السيد يخصوه يدير مقياس السكر يعبر السكر ويشوفش حال يبقى يأخذ الدواء هذا لا يعني أنه يأخذ البطيخ لا يأخذ الدواء لا هناك الناس الذين يدعون الآن بعض الإشاءات في الأنترنت وبعض الإشاءات التي نسمعها أن هناك من عطرة على علاج السكرية سيدي ليس هناك دواء للسكرية البونكرية لا يبقى يعطي لانسولين لازم نعوضوه بلانسولين إما كان اللي بازال ولا كان الناس الذين يأخذوا غير الأقراص وكان الناس الذين يأخذوا الحقنة لما عندهم أنسينا من الأحسن يأخذ الحقنة ولا يمشي كوما ولا يدير المشكلة من الأحسن فالدواء ليس عيب ولكن اللي عيب هو هذا الدواء الشخصي يبقى مع أول عليه طول حياته يجب أن يقلب على أشياء لكي يساعد به الجسم يلو لأن مع المدة ربما هذا الدواء لا يبقى يقضي هذا هو اللي نحن نبه له الناس فالآن لازم حال البطيخ هذا البطيخ هو البطيخ الكوني البطيخ البري الطبيعي يخلق الله سبحانه وتعالى وليس البطيخ الذي تم تحويره لكي أعطيناه طنج كبير لكي أعطيناه لكي أعطيناه شكل كبير نحن كنت تكلموه عن البطيخ البري البلدي اللي كان صعيلي البطيخ مع عمره فاججو كيلو في ذكولة لكننا كان نسمى أحد الأنواع اللي كانت البطيخة كبارت بزيات دي ثلاثة كيلو الفلاحة كانوا يأخذوا البطيخ ويعودوا يغرسوه هذه البطيخة طبيعية ثم التربة جيدة تسقى بماء جيد يكون يسقى بالمطر هذا البطيخ نعم قشور البطيخ لا تعالج أي مرض قشور دي الله باش الناس ميبقوش خاطئين غديمشي بلقة القشور دي الله الناس السنة الكونية التي جعلنا الله سبحانه وتعالى نعيش عليها أننا كنقطعوا البطيخ كناكلوا اللب دي الله كرلوحوا القشور تاوما كيلتقتات منهم الحيوان الحيوانات كتأكل القشور دي البطيخ إلا هذه المنطقة البيضاء اللي على القشور دي البطيخ هذه المنطقة البيضاء هي اللي كانوا كيدوزوها العيالات النساء على وجوههم كيأكوبوا وجوههم مناعمة للجلد كتنعم الجلد وكتنعش لوجههم الحرارة دي الشمس لأنه دلاح كيكون موسمي لا يستهلك البطيخ في شهر 11 أو 12 لا يستهلك البطيخ إلا في فصل الصيف في شهر 6 أو 8 يعني المعاد هذه لأن هذه هي الأشهر اللي فيها الليكوبين فيها البطيخ الأحمر والطماطم الله سبحانه وتعالى خرجهم في هذا الوقت والليكوبين هو فلافونويد كيبرد الجسم ينعيش الجسم وفلافونويد حافظ من الجذور الحرة لأن الناس كيأكلوا اللحوم في فصل الصيف كتير أن الله ضابط كل شيء ووضع ميزان يعني يجب أن لا نخل بهذا الميزان فيكفي أن نتبع الناموس الكون فقط 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 ولكن يعني أنا أنصح الإخوة والأخوات جزاهم الله أخيرا باش يسحبوا كلمة علاج لو كان الناس يتناولون المواد الموسمية الطبيعية لا يمكن أن يكون هناك أمرض من المستحيل وعدا عليه حقا سبحانه وتعالى لأنه خلق الإنسان وخلق له في الكون ما يجعله يعيش سعيدا فإذا كان الإنسان يخل بهذا الكون فهو يتحمل مسؤوليته ويذيق الله سبحانه وتعالى يذيقه شيئا من هذا الفساد كما يقول تعالى في محكم كتابه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون غير باش شوية يردعنا باش يرجعنا شوية يزرنا باش ترجعون لهذه الحقيقة وأن هذا الكون فيه أشياء خطوط حمراء إلا تعدها الإنسان فالله سبحانه وتعالى تيوكله لنفسه ما خاص يتعدى خطوط حمراء في الناموس الكوني اللي يوضع الله سبحانه وتعالى أننا الآن بغينا الله سبحانه وتعالى مثلا أعطى النوع دي القمح مثلا كيعطي عشرات القنطارات في الهكتار إلا هذا القمح بغيناها يعطي 80 قنطار في الهكتار فإحنا كنطلبوه كتار نعم غدين ناخد 80 قنطار ولكن ما غدينش يكون القمح دي العشرات القنطار لأن التركيز دي المركبات الكيموية غدت زاد فيه ومركبات تلاحظوا الآن حاليا أن القمح أصبح يسبب حساسية ولم يكن يسبب حساسية من قبل هذا مثال بسيط ولذلك هناك خطوط حمراء في الكون يجب أن لا تعدى هذه الخطوط الحمراء أعطيك مثلا حاليب مثلا كانت أبقار تعطي خمس لترات ولكنه حاليب يصلح لصحة الإنسان وكانوا تغليوه المرضى من الكاميرات الشخص يعطيه هذا الحاليب الآن ولا العكس أبقار تعطينا 30 لتر في أوروبا الأبقار تعطي 35 لتر ولكن ليس الحاليب 35 لتر هو الحاليب البقار البلدي اللي كان عندنا كيسرح ما كان أعطيه لأعلاف الأول وكان كيسرح لوحده كيختار هو النباتات يعني كيختارها طبعا بالوحي اللي يعطاه الله صبحانه وتعالى باش يختار هذه النباتات وكيعطينا هذا الحاليب القليل ولكنه حاليب يصلح للتغذية ويصلح لكثير من الأشياء فهذه الإنسان الآن أصبح يتحدى هذه الخطوط الحمراء في طرق الإنتاج في تقنية الإنتاج في طرق تصبير في مسائل في إضافات بعض الكيمويات لزيادة في الإنتاج بعض الهرمونات الآن اللي كتعطي للنبات كان هرمونات الآن كتعطي للنبات وكتعطي للفواكه لأن هنا بحالة بغينا نصح خلق الله بحالة بمشي تحسين الإنتاج نعم تحسين الإنتاج نعم تحسين الإنتاج كيكون بالسمد وكيكون بالري وكيكون نعتني وبالحقل نعم ولكن لا يعني أننا نغير الناموس الكوني هذا خطأ في الإنتاج فالبطيخ الآن هو البطيخ جيد في مادة ليكوبين في أملح معدنية في فيتامينات الفيتامينات سي في مانيزيوم وفي بوتاسيوم وفي يعني كالسيوم وفوسفور في الناوى دياله في الأوميغا 3 والسيلينيوم في اللينيانات وفي ألياف خشبية في الناوى دياله التي تصلح نعم هو ينعيش وكيبرد الجسم وكي نعيش الجسم وإلا كالوه الناس في الصيف لأنه يجتمع قوة طماطين ما يخليوش دوك الجذور الحرة ديال اللحوم اللي كتطلع الكوليستيرول وكتدير سرطانات وكتدير أي شيء عمراض القلب والشرائين العطير وسكولولزو وما إلى ذلك فهذا نامس كوني مضبوط دبط الله سبحانه وتعجب ولكن بالشرط يكون الدلاح طبيعي بري ويكون البودور دياله غير مغيرة وميكونش عنده مبيدات وميكونش عنده أي شيء كيف يمكن أن نعلم أن مثلا هذا البتيخ الأحمر أو الدلاح أنه جيد وأنه طبيعي وغير مضاف إليه المبيدات في المغرب مع الأسف الشديد لا يوجد كونترول المبيدات لا يوجد كونترول المبيدات المصموح بها والتراكز المصموح بها والمرشيدين في الأحيان يقولون الفلاحة لا تديره نعم ولكن رغم ذلك نرى بعض المرات غير الفلاح بقلة الفهم دياله مثلا يكون جاره ويرش بوحد المبيد تجير رياح وتحزز هذا المبيد وتضعه على الشخص الأخر اللي عنده النعناع واحد يرش الزيتون احده النعناع ولا واحد مثلا يرش الخوخ أو المشماش ووحده مثلا يعرفوا الفلاحة بأن حتى التبن الآن تبن ديال القمح والشعير اللي مرشوشين اللي معالجين بالمبيدات هذا التبن يبقوا فيه المبيدات اللي يرشوا بها و يمر عند البقر و يمر لنا حليب نعم يمر لللحوم والبقر والحليب فهذه دورة كونية الآن خصها خص التراجع يعني أنا أوصي بالتراجع عن هذه المبارسات الكيموية وهذا الفساد في الكون واحد القادية نعم هو خص الناس يعرفوا بأن البطيخ كان بتفوق الأرض نعم البطيخة كتكون محتوطة فوق طراب يعني إلا ما كانش هذك طراب طاهر لما كانش نقي نعم وكان فيه أتار بوراز ولمقدور وحاجة ونبتت هذه البطيخة وجابوها للدار يقع تسمم من التسممات اللي كتجيكين كتير أي التسممات المرتبطة بالإنسان وهما اللي كنسموهم الجاراتين بائية أو الميكرو أورغانزم إبيكويتير هذو اللي كنف طبيعة لمنهم حمى تفويد كتكون حمى تفويد كنشري شاكولي هذه العصيات الإيكولاي نعم وكيكون فيها شقيلة ديزنترية واحد ديزنترية مرادة ديزنترية مرادة ديزنترية معرفوا إسهال بارد نعم كتكون حلصق عليها هذك تراب وهذاك تراب ما نقيش كتجي للدار ما يغسلوهاش مزيان من اللي كيقطعه كيدخل هذك الجورتم كيدخل يصيب البطيخ وأكثر من ذلك اللي كيقطع البطيخاتها كل نصات يخليها مفتلين كربما هذك الجاراتين تنمو إلا كانت لووتة البطيخة تنمو في هذك السكر ديال البطيخ يعني هو وسط طبعا فيه السكر وهو وسط ممكن تنبت فيه جاراتين وكين كين دكتور بعد الناس كيخافوا من دلح بشكل رهيب نعم لماذا؟ لأن هاد الأشخاص هذو كيكون عندهم خلال في الجهاز الهضمي هاد الأشخاص هذو كيعملوا إسهال لأي شيء كينين أشخاص اللي عندهم حساسية لواحد المادة الله سبحانه وتعالى خلق الجسم بياله هكذا كي قليل يعني قليل كين اللي عنده حساسية داخلية كيأكل أي حاجة كيعمل إسهال أو كتضره كيحسبها هنا يحبسها وإذا كنا خصصتنا كنت خلصصت أحد الحلقة اللي فطرة التغذية الشخص اللي ما عجباتوش واحد الماكلة ما يكلاش كنا واللي ضراتو درجناها حتف نعم نعم واللي ضراتو واحد الماكلة يحبسها صاف هي سهلة سهلة علاش لأنه هو اللي يخص يعرف الأشياء اللي خلقوا عليه الله يخص يكون حافظ الجسم دياله فكتكون عنده ديفايونس إما كتكون مش عنده واحد الونزيم إما الوكسيداز أو الكاتالز إما كيكون عنده واحد الخلال في الجهاز إما كيكون امتص بسرعة ولا بكترة ولا كيكون كاسول فهنا خصي يشعرف الأشياء التي لا تمتص عنده وليك تسبب لي إزعاجات على مستوى الجهاز الهدف مما يكون في آمن ما نظنش يكون مشكلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر